لازم في حلقات يوم الاتنين لما نيجي نتكلم فيها لازم يكون عندنا ابتسام ابتسامة ليه؟ لأن احنا بنتكلم على المستقبل نتكلم على المستقبل اللي هو في الحقيقة أحلى ما فيه هو أولادنا وعشان كده احنا لازم نتكلم عنه مهما حصل فواحد يجي يقول لي هو ينفع الابتسام في اللي احنا فيه ده؟ ده هو ده وقته هو ده وقت الابتسام ليه طيب؟ لأن الابتسامة ووظيفتها بتظهر قوي 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 لما يكون فيه ضغوط وعشان كده احنا بنمر بأوقات كتيرة فيه ضغوط كتيرة في حياتنا ضغوط مالية وكمان ضغوط نفسية وضغوط كمان اجتماعية بنمر بضغوط كتيرة في حياتنا وحتى الضغوط الأسرية ضغوط ضغوط من كل الجوانب الضغوط دي مش مسؤوليتها أن هي في الحقيقة تكسر عظامنا لكن مسؤولية الضغوط دي أن هي تظهر أجمل ما فينا ولذلك على فكرة لما نيجي نفهم ده احنا بنتعامل مع أولادنا ونتعامل مع حياتنا نكتشف أني أشد الناس بلاءا ثم الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل طب ليه؟ لأن الضغوط دي ربنا جعلها في الحياة عشان تخرج أحسن ما فينا بس إحنا عندنا مشكلة وإحنا بنرب أولادنا إن أولادنا كمان بقوا مضغوطين بيبقى عندنا كمان ضغوط خاصة بتربيته ضغوط ممكن نحطها في شوية ضغوط أكتر خمس ضغوط بتحسسنا إن إحنا لازم نرب أولادنا ونحطهم تحت ضغط شوية أمور أول حاجة إن إحنا لما نيجي رب أولادنا بنعتبر إن أولادنا هم الفرصة التانية لنا يعني إيه زي فرصة التانية لنا؟ زي ما تكلمنا على الحلقة اللي فاتت فعشان أنا حاطة أمالي الشخصية في أولادي بضغط أولادي وكأننا بنتكلم في أول خمسية إحنا عندنا ثلاث خمسيات في الحلقة دي الخمسية الأولى إحنا ليه بنرب أولادنا بالضغوط أول حاجة بنرب أولادنا بالضغوط لأن احنا شايفينهم الفرصة التانية بتاعتنا فالفرصة التانية مش ممكن نتهون فيها زي فرصة الأولانية فبنضغط على أولادنا السبب التاني كمان بني بمضغطين وإحنا بربي أولادنا على الضغط عشان احنا شايفين أولادنا إنهم امتدادنا امتداد لحياتنا واللي ملاحقناش نعمله نعمله إيه الفرم بين التانية دي الحالة الأولانية دي بتاعت الفشل لكن الضغط التاني ده بتاعت ان احنا نكمل كمان مسيرتنا زي مثلا ابا عنده شركة وابنه مهندس ابا عنده شركة وابنه عايز يدخل سانوية عامة لازم يدخله هندسة لان الشركة بتاعت هندسة بغض النظر ابنه عايز ايه خالص وهنا وقفه شوية اقول له انت ما سمعتش حضرة النبي لما بعتوله سيدنا انس ايه اللي حاصل ببساطة خالص سيدنا انس بيقول لم يقل لي لي شيء فعلته لي ما فعلته او لي شيء تركته لي ما تركته الحالة الثالثة اللي احنا كمان بنتغط على اولادنا فيها احساسنا بالضغط لاننا بنخاف ان اولادنا يفشلوا فعايزين يكونوا احسن مننا فيه اللي بيحصل فلابد انهم ما يغلطوش فيه اللي حصل وبنخاف جدا من اللقب ان احنا فشلنا في تربيته فالسبب التالي ان احنا بنخاف ان احنا يتقال عنين ان احنا فشلنا في تربيته فبنتغط على اولادنا السبب الرابع بيخلينا نضغط على اولادنا ان احنا كمان بنقول إننا محبش عيالي يكونوا أقل من غيره المقارنة بقى الخوف من المقارنات فبنتضغط على أولادنا عشان الخوف من المقارنات بينهم وبين اللي حواليهم رقم خمسة واللي بتزود بقى اللي هو بقى اللي حواليهم العيلة والناس اللي حواليهم مع إن حالة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحب إن الناس تقارن ما بين بعضها وعزاك رسول الله عليه وسلم كان بيعمل إيه رسول الله يسمي كل واحد من الصحابة اسم لوحده كده فما يقارنش بينهم رقم خمسة اللي بيخلينا إن الحياة احنا عندنا فكرة كده إن الحياة ما بتكونش من غير ضغط فلازم نعمل إيه نضغط على أولادنا عشان يكونوا إيه يكونوا بالضغط دو تمستعدين للحياة ويكونوا مسؤولين فإيه اللي بيحصل فالخمس أسباب دولة بيخلونا نضغط على أولادنا ويبقى الضغط بالنسبة لنا ضغط مبرر نيجي بعد كده إيه اللي بيخلينا بنحاول وإحنا بربي أولادنا ربيهم بالضغوط أول حاجة عشان إحنا مسؤولين عن أولادنا فيعني إحنا عشان مسؤولين عن أولادنا بنصيبهم والعزو بالله بالبلاء وبالضغط وبعدم الاتزان ده إحنا عادين نتكلم في الحلقة وإحنا أولادنا داخلين على امتحنات مع إن الضغوط دي بقت مؤسرة جداً جداً في أولادنا عارفين ليه؟ لإن إحنا ذات فينا جداً جداً للهشاشة النفسية فبقينا في الوقت الحالي حتى الأولاد ما بقوش مستحملين وإحنا عارفين دلوقتي إن فيه كثير من الأولاد بيمروا بالطرابات نفسية وبقى خلاص القسم اللي موجود عند أطباء النفس الخاص بيه التطبيب النفسي للأطفال بقى شغال فبقى دور مهم على كل مربي سواء أم أو أب أو معلم إنه يسعى إنه يربي أولاده أو تلامزته على الصلابة النفسية على الاتزان النفسي على الصمود النفسي والرسوخ لكن بعض المربيين بيظنوا إنهم بيحسوا بالضغوط وإن أولادهم عندهم بلادة ولا مبلاة وأولادنا بيمروا بالضغوط على فكرة أولادنا المتصويرين أولادنا ما بيمروش بالضغوط الأولادنا بيمروا بالضغوط بس فرق إنهم ما بيقدروش يعبروا عن الضغوط اللي بيمروا بيا زينا بيمروا بالضغوط الامتحانات والدراسة والضغوط مجتمعية والأقران والزملاء والتنمر والسوشيال ميديا اللي بيحصل لهم واللي احنا مش عارفين بتعمل ايه في نفسهم احنا كنا عارفين المدرسة وضغوط المدرسة كان بتعمل فينا ايه احنا دلوقتي مش عارفين السوشيال ميديا بتضغط على الاولاد ازاي احنا كمان فكرين ان اولادنا ما بيحسش ان هو لما يكون في مستوى اجتماعي وهو عنده امل ان هو يبقى في مستوى اجتماعي تاني احنا بيحس ان هو ما عندهش ضغط هو كمان عنده ضغط عنده ضغط ان هو الفقد بيعمل له ضغط التحول من المدرسة للمدرسة بتعمله ضغط الطلاق والمشكلات الأسرية بتعمله ضغط واحنا مش عارفين ده كله بيعمل ايه في أولادنا وفيه ممارسات من مارسها بتزود الضغوط خمس حاجات احنا من مارسها بتزود الضغوط أول حاجة احنا قلنا الخمس حاجات اللي بتخلينا نضط خمس حاجات احنا بنمارس بيها الضغوط بقى على أولادنا كتر اللي هم والانتقاد والشكوى دول أكتر حاجة بتكسر من أدام أولادنا وبتخلي عندهم شاشة وبتخليهم شكين في نفسهم ومهزوزين ومش حاسين إنهم قادرين على حاجة وفي كتير من الأحيان ما بيقدروش يفرقوا من بين الصحاب والخطأ وعشان كده حضرت النبي كان إيه؟ لم يقل لي لي شيء إن فعلته لي ما فعلته ولا لي شيء إن تركته لي ما تركته عشان يثق بنفسه حضرت النبي مش كان سايبه حضرت النبي كان بيدي له فرصة يثق بنفسه ويستطيع إنه يتأخذ القرار وما يبقاش مهزوز وعشان كده أولاد دم ما بنقعد نتعامل معهم بكتر الشكوة والانتقاد واللوم إيه اللي بيحصل؟ إنه بيقدرش يفرق ما بين الصح والغلط وعشان كده لازم إحنا ما يحسوش بإن الغلط راكب فيهم لكن هو لازم يحس إن الغلط ده حاجة الفعل هو اللي غلط بس مش هو اللي غلط ولازم نخلي عندهم حافظ المحاولة والتجربة لكن كتر الشكوة والانتقاد واللوم بيخليهم للأسف بيزود عندهم الضغوط حاجة تانية كمان التهديد أو المبالغة في التحذير بتزود الضغوط عند الأولاد وإحنا بنستخدمها كده بكل سهولة كم التهديد وكم مبالغة في التحذيرات اللي إحنا بنستخدمها كم يخلي أي واحد يتهز حتى الكبار ده الراجل لما بيقول لمراته إنه هيتخلى عنها ما بتعرفش بتقول لأن فيه حاجة كست متنفاش تصلح وإحنا عاديين نقول لأولادنا إنه إحنا مش هنسأل فيهم مش هنهتم بيهم تاني روحوا وعملوا أنتوا عايزينهم ولا أنت ابني ولا يعرفك إيه ده كل ده أوقات الكبار بيفكروا إنه هم بكده بيعلموا أولادهم الجدية والمسؤولية مسؤولية مش بتيجي بالتهديد ولكن بتيجي بإيه بالتعليم الرشيد بتيجي بالإرشاد بتيجي بالتوجيه بتيجي بطول النفس والصبر عليهم حالة التالتة اللي بنزود بيها الضغوط على أولادنا التوقعات العالية في أولادنا بتحسسهم بضغط عالي جدا إحنا مش واخدين بنا أنا أعرف أولاد في الامتحانات بيوصابوا بنهير عصبي لأنهم مش قادرين يجيبوا السقف لأباهم ومهاتهم حط نهالهم طول الوقت فيه فرق كبير جدا إن أنت تشجع لازم تعرف القاعدة دي فيه فرق كبير جدا 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 إنك تشجع ابنك وتخرج أجمل ما فيه وإنك تتوقع منه أعلى حاجة طول الوقت إيه الفرق؟ إن بتشجع ابنك يعني إلا حاصل أنت متقبله على كل حال وبتدعمه على كل حال ما تحسسهش إن اهتمامك وتقبلك ده مؤيضة هتأخذ التقبل والإهتمام دا والمحبة في مقابلة في مقابلة إن أنت تتحقق التوقعات بتاعتي حاجة التالتة اللي بعد كده بتحصل ده دوام المقارنة ما بين ولادك وبعضهم وبعض أو بين أولادك وأولاد أريبك أو أولاد أصحابك ده بيحسسهم إنه هم أنت شايف إنه داوت بيحسسهم إنهما عندهم دفعية إنهما يكونوا أفضل لا والله ده بيخرج أسوأ ما فيهم ليه بيخرج أسوأ ما فيهم لأنه بيحس إنه هو في الحقيقة هو مش مهم المهم صورتك قدام قريبك أو قدام أصدقائك أو قدام الناس حاجة الرابعة التعبير عن الغضب بالإهانة إنك تعبر بالغضب عن الإهانة إنه أنت تهينه فبعض الأباء لما بيحاولوا يشرحوا حاجة لأولادهم مثلا ويفيد بيهم للأسف يسب بابنه أو يشتموا أو يقلل منه يقولوا أنت غبي ما بتفهمش أو يضربوا للأسف وده حاجة فظيعة والأفضع منه لما يضربوا على وشه مثلا أولادنا ليهم أعراض على فكرة وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فعرض ابنك حرام عليك إن أنت تهينه وحضرت النبي قال إن الرفقة ما كان في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة لازم تكون عارف إن دوات ما ينفعش الحاجة اللي بعد كده اللي بنستخدمها وبتزود عندنا كمان الضغط على أولادنا في بعضنا بيعمل حاجة تانية أول ما أولادنا يحسوا بالضغط من المسؤولية عليهم يكون هو البديد عنهم وده كمان الحاجة الخامسة اللي بتزود لإيه الضغط إنه يجري يروح عامل حاجة مكانهم فيه اللي يحصل فيقوم بالمسؤولية عنهم فالأولاد فهو مش منتبه إن ده بيعمل إيه بيحسسوا إنه لا يمكن يستطيع إنه يعمل حاجة وإنه مش قد الحياة وإنه ما ينفعش يسق بالنفسه طب إزاي بقى نعلم نفسنا وأولادنا يتعاملوا إزاي بأفضل طريقة مع الضغوط أول حاجة لازم نعرف ونتعلم ونعلم أولادنا إن الضغط لما ييجي فده وقت إنه هو يخرج أجمل ما فيه كم مرة لما حسنا بالضغط اكتشفنا نفسنا ولقينا نفسنا عندنا قدرات غريبة وما كناش مخيلين إن هي ممكن تكون عندنا فاكرين لما الضغوط بتخلي الواحد يجري وصعد الأشياء الخطرة فينجو فيفرح إنه نجي فيبتسم ابتسامة إنه نجي أو إنه يذاكر حاجات بسرعة جدا 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 في وقت ما كدش قادر يزاجلها لما تضغط يبقى أول حاجة لازم نعرف إن الضغوط مش جاي عشان تكسرنا الضغوط جاي عشان تضغط علينا لإن فيه أشياء تكلست فنخرج أحسن ما فينا وعشان كده إيه؟ عجبا لأمر المؤمن حضرت إنه بيقلن كده أمره كله خير أمره كله خير يعني إيه ده؟ يعني الضغوط بتعمل خير؟ أه الضغوط بتعمل خير تاني حاجة علم نفسك وأولادك قيمة حقيقة مهمة جدا في حياتنا وهي حقيقة وقيمة الوسع إن الدنيا واسعة وإن ما فيش حاجة اسمها الفرصة الأخيرة ده فضل الله واسع وربنا سبحانه وتعالى اسمه الواسع وإن رزقه سبحانه وتعالى واسع في حياتنا فيها مجالات كتيرة ومش مقتصرة على الجانب الوحيد اللي انت شايفه ده وإن ما فيش حاجة اسمها الفرصة الأخيرة الحاجة التالتة اللي انت لازم كمان نعملها إنه لازم نقدر ونشجع سعي أولادنا ونخليهم ياخدوا بالأسباب وما فيش حاجة سمع علاقة حتمية ما بين السبب والنتيجة ولكن إحنا عندنا معانا ربنا سبحانه وتعالى ولازم إحنا بنعلم أولادنا بشكل واضح نعلمهم إن الحاجات الصغيرة مهما كانت صغيرة لكن هي لها قيمة إذا إحنا عملناها بالإحسان طب نعمل إيه بقى؟ شوية الإجراءات بقى اللي إحنا ممكن نعملها عشان نستطيع إن احنا بسرعة نوصل إلى إن احنا نصل إلى إن احنا نخفف الضغوط عن نفسنا أول إجراء ممكن نعمله لما يكون أولادنا مضغوطين زي اللي في الامتحانات مثلا اللي إحنا فيها دلوقتي حاول توفر بيها هادئة ليهم ولو إنت مضغوط ومتوتر امسك نفسك من إنك تطلع غضبك فيهم أو يا سيدي أخرك وحاول تعمل طريقة تيخليك أهدى في التعامل مع الضغوط ده أول حاجة يبقى أنت عندك مسؤولية أن تتخلي البيئة هادئة الحاجة الثانية وقت الضغوط زود دعمك لأولادك وطمنهم وشجعهم وخلي طون صوتك كده ما تخافوش إن شاء الله كل حاجة كويسة اتكلم بالصوت ده ما تكلمش بصوت مرتفع الصوت المرتفع بيزود ألقهم خليك أنت حتى في طريق تعبيرك هادي ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعد عليه الصحابة إنه هو بينفعل حتى في أوقات شديدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما يطمئن أصحابه لن تراعه لن تراعه خليك كده طمنه إنه هو ما يخافش ما يخافش الأمور إن شاء الله تحت يدي مولانا سبحانه وتعالى ورمنا مولانا حنين ومولانا طيب ورمنا مولانا جميل هديه خلي عندهم أمل ولو تعثروا مرة علمهم إن دي مش النهاية وإن ربنا واسع تالت حاجة لو حد من أولادك عنده مشكلة كبيرة في التعامل مع الضهوط زي مثلا في بعض أولادنا في الفترة امتحانات ممكن يتوتروا لدرجة إنهم يقرروا ما يدخلوش الامتحان فإن لازم نلجأ لمتخصص يساعد أولادنا في إنهم إزاي يتعاملوا ويديروا الضغوط على فكرة ليه لإن أولادنا تربوا على ضغوطنا على ضغوطنا إحنا ففي كتير من الأحيان بيعمل إيه بيبقى كلامي معاه مش هوك كلامي مؤثر حتى لو أنا عارف ما دخله وعارف إزاي أهديه لكن إيه اللي حاصل بيبقى كلامي المتخصص عشان مرت عليه عدد من الحالات كتير قادر إن هو يعمل إيه قادر إن هو يعمل مدخل لطيف ويسمعه وساعات الإبن بيقول إن البيئة كلها مضغوطة فالكلام ده ده كلام مش مجرب ده كلام مش صادق ده كلام إحنا بنقوله عشان نتحق على نفسنا لكن لما يسمع الكلام المتخصص ويسمع الكلام كمان من حد يستطيع إن هو يساعده الأمر بيبقى مختلف تماما وبينجز الأمر ده والناس بتخرج من ضغوطها وتحس براحة الإجراءات دي اللي احنا عملناها هتخف علينا كتير من الضغوط وتخلينا أحسن وتخلينا أوفق وتخلينا كمان نتعلم إن الضغوط أبدا مش جاي عشان تكسرنا الضغوط جاي عشان تنورنا نشوف فيها نور ربنا ومدد ربنا ودعم ربنا لنا فيخرج أحسن ما فينا يا رب اجعلنا دايما من راشدين وجعلنا دايما داعمين لأولادنا عشان يخرج أحسن ما فيهم